اكد سعادة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزرية الخليجية لشؤون التقييس اكد على اهمية تعزيز الشراكة مع اجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما لها من العكاسات بالغة الاهمية للمسائل الاقتصادية والتجارية جاء ذلك خلال ترأس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في اعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزرية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون والذي عقد بدولة قطر وجرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على اجندة الاعمال